إلى ذلك أكد السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود أكد أن إنهاء الأزمة مع قطر رهن بتنفيذها مطالب الدول الدعية لمكافحة الإرهاب وأشار إلى أن قائمة المطالب الثلاثة عشر التي أرسلتها الدول الدعية لمكافحة الإرهاب تترجم الاتفاقين الذين وقع عليهم أمير دولة قطر في 2013 و2014 بالرياض وأكد على أن مطالب الدول الدعية لمكافحة الإرهاب من قطر واضحة وفي مقدمتها وقف دعم وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن تلك المطالب لا تمسوا سيادة قطر ولفت الأمير خالد بن فيصل إلى وجود دلائل كثيرة على الإرهاب المدعوم من قطر وتدخلها في شؤون الدول وأشار إلى التسجيلات التي أثبتت تآمر الدوحة على المملكة العربية السعودية أزمة القطرية العربية بيد الأخوان القطريين إنهاءها وهي تنفيذ المطالب التي طلبت منهم وتعهدوا فيها لا أكثر ولا أقل المطالب واضحة المطالب لا تتدخل في سيادة قطر الخارجية المطالب تطلب عدم التدخل في شؤون الدولة وهذه ليست أمور سيادية عدم التدخل في الدول الأخرى تتعدى السيادة للدول فالتزامهم بما وقع عليه وتنفيذهم بما طلب منه ينهي الأزمة القطرية بإذن الله اشتركوا في القناة